انطلقت صباح اليوم العنشطة الرسمية التي تقوم بها جمعية الشباب للمساهمة الإيجابية بتعاوني مع عدد من الجمعيات المدنية وذلك حول دور الشباب في نشر ثقافة السلام والتعيش السلمي وسط محيطهم المجتمعي حيث جرت المناسبة بالمعهد الوطني للعلوم والتربية تقرير زميلة إشراق عبدالله رحمه أن للشباب دورا فاعلا في المجتمع إزيزهم في التحقيق وأنشر السلام في ربوع البلاد وعلى هذا المنوال فقد أطلقت منسقية الشباب للمساهمة الإيجابية أنشطتها للدور الحيوي الذي يلعبه السلام في البلاد بما في ذلك التعايش السلم والوحدة الوطنية هي الدولة والشباب هم أساس التنمية وبهذا الخصوص تحدث مقرر المنسق بورقو كوتو بأن لا بد من الشباب التحرق لأجل الحفاظ على السلام وترك النزاعات التي يقسم بلادنا ويجب عليهم التوجه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد منسق جميع الشباب للمساهمة الإيجابية أمبير ماجي بديزيري في الكلمة الافتتاحية قلب أن الشباب هم العمود الفقر والركيز الأساسي في المجتمع يجب عليهم الترابط والوحدة والعمل من أجل الإزدهار وتقدم البلاد وإشاره إلى أن الطاقات الشباب يعجب أن تستقل الاستقلال الأمثل كي تنهض البلاد حتى تكون في مصاف الدول السعيدة ترجمة نانسي قنقر